بين التحديات وتحقيق المكاسب يواصل إيلون ماسك مشواره بعد إنجاز صفقة تويتر المتعثرة التحدي الأخير مع المغردين أنفسهم ماسك يسعى لفرض رسوم بقيمة ثمانية دولارات شهرياً على الحسابات الموثقة السلطة للشعب أزرق مقابل ثمانية دولارات في الشهر ماسك سيعطي مزايا أخرى لأصحاب العلامة الزرقاء من بينها الأولوية في الردود وعمليات البحث وظهور نصف عدد الإعلانات على الحسابات والقدرة على نشر محتوى فيديو وصوت أطول فكرة الدفع مقابل العلامة الزرقاء لم ترق لكثير من المغردين نظراً لصعوبة تحديد المصادر الموثوقة إلى جانب إشارة بعض التقارير الأولية حول نية ماسك لرفع الرسوم إلى عشرين دولاراً شهرياً التغييرات المتوقعة من إيلون ماسك أدخلته في جدل مع شخصيات بارزة على تويتر من بينها المؤلف ستيفين كينغ تويتر يجب أن يدفع لي بدلاً من كل ذلك نحن بحاجة لدفع الفواتر بطريقة ما خطوة ماسك على تويتر دفعت إحدى أكبر شركات الإعلان في العالم إلى دعوة عملائها بتعليق إعلانات تويتر لمدة أسبوع مشيرة إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن خطط المنصة لضمان الثقة والأمان عليها وفي استطلاع رأي على تويتر صوت أكثر من مليون وتسعمائة ألف مستخدم أي ثمانين في المئة من المشاركين برفض آلية الدفع مقابل علامة التوثيق الزرقاء فيما حقق الاختيار الثاني وهو دفع خمسة دولارات شهرياً نسبة بلغت عشرة في المئة فقط وهو ما يعكس رفضاً واسعاً لقرار ماسك علي السمان العربية